مشاهدينا والآن ينضم إلينا من بغداد أيضا المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء خالد لمحنة لواء خالد أرحب بك معنا إذن دعنا نبدأ بأسباب اندلاع الحريق الثاني خلال أسبوع في مطار بغداد تحياتي لحضرتك وإلى جمهورنا الكريم بالنسبة لتحديد أسباب اندلاع هذه الحرائق التي حدثت خلال 48 ساعة الأمر من خلال تحقيق يعتمد في التحقيق على تقرير خبراء الأدلة الجنائية والمعامل الجنائية والمختبرات الجنائية من خلال إرسال عينات أخذت من مكان الحريق ومن ثم نأمل أنه في الأيام القادمة سيكون هناك تأكيد أو نتيجة لأسباب الحريق إذن على ما يبدو لا نتيجة حتى الآن لأسباب الحريق الثاني ولكن هناك تساؤل يدور بشأن منظومة الإطفاء الذاتية منذ عام 2013 متوقفة هل كأن تبين لنا الأسباب؟ يعني هو السبب عدم اكتمال نصب هذه المنظومة يعود إلى الشركة المنفذة لهذا الموضوع ومن متعاقد مع هذه الشركة المنفذة؟ من المسؤول عن تنفيذ هذا المشروع؟ أكيد سلطة الطيران المدني الجهات المؤسسية في وزارة النقل سلطة الطيران المدني أكيد هي المسؤولة عن هذا الموضوع وبالنسبة إلى مديرية الدفاع المدني وفي إجراء اعتيالي طبعا يشمل كل مؤسسات الدولة دائما ما تعطي توصيات وتقوم بزيارات وفحص لكل المنظومات المتعلقة بسلامة الأطفاء وغيرها من هذه الأمور أعطت عدة مرات تقاريرها وتوصياتها بضرورة أن تكون هناك منظومتين منظومة أطفاء ذاتي ومنظومة انذار مبكر لا يمكن لأي مؤسسة مهمة أن تخلوا من هكذا نوع من الإجراء لذلك فيما يتعلق بالدفاع المدني أعطت توصياتها المسبقة وإجراءها أيضا كان بشكل سريع وحضور تمكنت من خلال 15 فرقة وفرق إسناد أخرى من السيطرة على الحريق الذي اندلع وكان هناك أيضا إشراف ومتابعة من قبل السيد وزير الداخلية طيب بالحديث عن وزير الداخلية عما أسفر لقاءه مع السودان اليوم يعني التباحث كان على مجمل الأمور منها الإشراف على نواحي فرق الدفاع المدني الذاتية الموجودة في المطار والتي هي فرق متخصصة وكذلك أسباب عدم استخدام أو عدم تشغيل منظومات الحريق وبالتالي أسباب انتشار هذا الحريق إضافة إلى الجوانب الإدارية المتعلقة بعمل مؤسسات سلطة الطيران المدني وغيرها فيما يتعلق بمديرية الدفاع المدني يعني عملها أدتة بشكل يعني اعتيادي ويعني طبيعي نعم ممتنى كثيرا لك على حضوري كمانا مباشرة من بغداد المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء خالد لمحنة شكرا جزيلا لك على حضوري كمانا